اشتركوا في القناة كثيرا ما نسأل قضية خيانة الحبيب في المنام وما معناه؟ وهل هي فعلا رؤى؟ وهل هي حديث نفس؟ وهل هي بالضبط؟ أرضا نتكلم عن تفسير رؤية حبيبي يخونني في المنام أولا نتكلمت في المضوع ده في أكثر من اللقاء لكن نحاول بقدر الإمكان نتكلم عن بعض الرؤى تكملة للقاءات السابقة أولا رؤية الشاب بداية رؤية الشاب أنه يرى في المنام أنه يخون خطيبته وخطيبته اللي هي محبوبته أو من كانت في مرحلة الخطوب خليها حبيبته طبعا هو في الحقيقة عازم أنه يتزوج هذه البنت فيحبها وإلى آخر لكن هو الذي رأى أنه يخون خطيبته في المنام هذه الرؤية جميلة جدا تدل على الزواج من هذه المحبوبة وأن الزواج سيكون سعيدا وما جاءك الشيطان إلا لكي يوحي إليك أو يوهمك أن أنت إنسان مش كويس وأن العلاقة دي مش هدوم بدليل أنك بتخون فهو جاء لكي يفسد عليك العلاقة يريد أن نفهم الكلام ده وأحيانا تدل هذه الرؤية برضا عشان نكون منصفين في الكلام مش كل حاجة هنقولنها حلوة وخلاص وإن كانت هذه الرؤية أيضا جميلة ولكن فيها شيء يحمل معنى من معاني التعب والمشاق بمعنى إيه أن هذه الرؤية أحيانا تدل على زواج بعد التعب ومشاكل ومشاق لكن الزواج هيحدث إن شاء الله هيحدث ومتحيان يعني ما فيش زواج من غرضه إلا ما يشوبوا كده بعض المشاكل في بدايته أما رؤية البنت العزباء أنها ترى أن خطيبها يتركها ويذهب مع إنسان أخرى سواء بقى هو ذاهب لكي يجامع هذه البنت أو يمشي معها أو رأت أنه يحبها ولا يحب البنت اللي هو ماشي معها ولا يحب البنت اللي هي شافت الرؤية فشافت مثلا إنه راح يجامعها أو إنه هو ماشي معاها أو إنه هو خلاص في المنام ما عادش بيحبها وبيحب البنت اللي ماشي معها ما معنى هذه الرؤية هذه الرؤية ومع شديد الأسف أحيانا بنسبة كبيرة جدا تدل على الفراق في الحقيقة وقال بعض المفسرية أن هذه الرؤية تدل على الزواج على آخر لحظة إن المشاكل كبيرة جدا هتحصل ما بينها وما بين خطبها وخلاص في مراحل كبيرة جدا خلاص إحنا افترأنا ولكن سيتم بالزواج إن شاء الله تبارك وتعالى لكن بعد هذه الأشياء التي ذكرتها رؤية الشاب الأعزب أنه يزني بفتاة يعرفها ودي غير خطبته هذه الرؤية أو حتى محبوبته هذه الرؤية تدل على الوقوع في معاصي وذنوب تدل على أنه يمشي في طريق خاطئ قل فيها زي ما أنت عاوز بقى المهم أن الرؤية دي تدل على أن أنت في حاجات أنت بتعملها مش مظبوطة سواء بقى ماشي في طريق خاطئ سواء أنت مش عارف مصلحتك سواء أنت بتعمل ذنوب ومعاصي طيب رؤية البنت أن خطيبها وهو في مرحلة الخطوبة رأت أنه يعني سبحان الله العظيم يخونها وربما ترى أنه تزوج من غيرها هذه الرؤية تدل على الزواج منها دي زي الرؤية بتاع الشاب اللي وراء أنه بيخون خطبته ودي يعني دلال على أن الشيطان جالك لكي يفسد عليك العلاقة وأحيانا أحيانا تدل هذه الرؤية على بعض الخلافات اللي هي ممكن تحصل بينك وبين خطيبك ولكن سرعا ما تزول هذه الخلافات إن شاء الله تبارك تبارك وتعالى تظلونا في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته